انا لا اؤمن بالصدف انا اؤمن بالتوقيت الهي انا ولدت في عائلة مسلمة متدينة والله كان لديه خطة خطة رائعة انا كنت محبطة وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي يسوع اعلن نفسه لي واعطاني حياة جديدة واذا صليت معي اليوم واذا امنت معي الله سيعطيك حياة جديدة اليوم يسوع المسيح حقيقي هو يغير حياتك هو يغير مقصد حياتك ويغير امم وهذه الامم ستغير العالم تحياتي لكم اصدقائي اسمي اشيك ابلا واذا كنت لا تعرف شيئا عني فانا منحدرة من عائلة مسلمة كنت مسلمة قبلا لكن الان انا مؤمنة بيسوع المسيح هو خلصني هو خلص حياتي هو خلص حياتي من الظلمة وغير حياتي وعطاني حياة جديدة وقلبا جديدا واشواق قلبي هي ان يعرف كل العالم ان يسوع المسيح هو اله حي وهو يغير الحياة وهو يغير المصير انا لا اعرف في اي بقعة من العالم تشاهد هذا البرنامج لكن رسالتي لك اينما كنت ومهما تكون الرب يعرف ما اسمك ويعرف من انت وهو يعرف ظروفك وهو يعرف قلبك هو يعرف كل احلامك كل احلام الطفولة بالواقع هو يهتم بها لان كلمته تقول قبل ان تكون في رحم امك انا عرفتك باسمك انا اهتم بك عندما كنت فتاة مسلمة كنت فتاة مسلمة متعصبة كنت مسلمة ثقية وكان اسم يسوع كتجديف بالنسبة لي لانني كنت اؤمن انه نبي كان بمثابة تجديف عندما كان الناس يدعونه ربهم عشت في المانيا لسنوات وعندما سمعت المانا مسيحيين يدعون يسوع ربهم ومخلصهم كان ذلك كفر بالنسبة لي لانه لم يكن ربي حينها وانا لم اعبض يسوع المسيح امنت بانه رجل عادي وعندما كانوا يدعونه مخلصهم وربهم كان يتولد الكثير من الغضب في قلبي لدرجة انني اردت ان اقتلهم جميعا كانت رغبة قلبي ان اخدم الهي في ذلك الوقت الله بطريقة مميزة جدا وامنت انا كل مسلم مدعو لهذا لكن من ثم امنت باله مختلف اله المحبة كنت اعبد اله يأمرني بان اقتل الاخرين واموت من اجله لكني التقيت اله الحق الذي جاء ومات على الصليب من اجله هناك فرق كبير اسم يسوع كان يسبب استياء لي لكنني مسرورة لان ذلك الاسم كان يسبب استياء لي ذات يوم كان علي ان واجه هذا الاستياء وان اتخذ قرار وذاك القرار كان سيغير حياتي الى الابد والى الابد والى الابد انا اصلي ان يكون هذا البرنامج دعوة للاستيقاض ان كنت مسلما او بوذيا او هندسيا اصلي ان يكون هذا البرنامج دعوة للاستيقاض إن كنت مسيحياً وخصوصاً مسيحياً من العالم الغربي كثيراً ما أذهب إلى البلاد السكندنافية وأكرز للسويد والدنمارك وأترجل كنائسة أن تستيقظ أن تستيقظ وترفع وتمجد اسم يسوع لأنه يوماً ما في لبتنين تقول يوماً ما كل لسان سيعترف وكل ركبة ستنحني أمامه معترفين بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب وهذا هو شغف في اليوم قبل أن أريكم ما عندي من مفاجأة لكم أنا أصلي إذا كنت عضواً في كنيسة إذا كنت تشاهد هذا البرنامج من الغرب شيء ما سوف يحدث في قلبك وسوف تدرك هذه الحقيقة من إنجيل يحنى إصحاح الرابع عشر والعدد السادس يقول الرب يسوع أنا هو الطريق أنا هو الحق أنا هو الحياة لا أحد لا أحد يأتي إلى الآب إلا بأنا وأرى هذا أيضاً في أعمال الرسل الإصحاح الرابع وهو يتكلم عن التلاميذ عندما شاف الرجل المقعد وكان يشحد والناس سألوهم بأي قوة شفيتم هذا الرجل بأي قوة حياة هذه الفتاة المسلمة تغيرت حياة الفتاة المثيرة للشفقة حياة الفتاة المنبوذة تغيرت بأي قوة يوجد إجابة واحدة لذلك بقوة يسوع المسيح التلاميذ وقتها قالوا بقوة يسوع المسيح الناصري الذي أنتم صلبتموه لكن الرب أقامه من بين الأموات يقف هذا الرجل معافاً أمامكم ليس بأحد غيره الخلاص إذ ليس من اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص لكن هناك مساومة في الكنائس في أوروبا وهناك مساومة في الكنائس في أمريكا واليوم أنا أدعوكم أن تنتبهوا جداً انتبهوا جداً لكلمة الله النضوج هو الاعتراف بالحق وإطاعة الحق واليوم أطيعوه سوف نشاهد مقطع الفيديو صغير من ألمانيا امرأة صمدت لأجل الحق وبينما نشاهد الفيديو أريدك أن تسأل نفسك أين أنت في المسيح ما مكانتك به هل منطقك أو ذكاؤك جعلك تظن أنك على طريق الحق أنا أريدك أن تسأل نفسك إن كنت مؤمناً بيسوع المسيح هل أنت تدافع أمام الناس وتتكلم وتشهد عن يسوع المسيح دعونا نشاهد الفيديو وبعدها نتكلم كان من المفروض أن يجعل انسجام الأديان المسيحية والإسلام متفقين ولكن حتى بدأ إمام المسجد بالصلاة بالصوت العالي أوقفتهم رأة واقفة على شرفة الكنيسة التي كانوا فيها معلنة بصوت عال يسوع المسيح هو رب على ألمانيا وأنا أكسر هذه اللعنة وناشدت باسم مارتين لوثر ونبهت الناس الذين يسمعون الإمام أن الذي يسمعونه مجرد كذب هذا الفيديو للمرأة تشر بسرعة الفيروس وهذه المرأة المسيحية غير المعروفة أصبحت معروفة على شبكات الإنترنت بسهولة باسم المرأة الألمانية الشجاعة هذا حدث في كنيسة نصب التذكري للإصلاح في مدينة رايلاند من سباير بنيت لتكليم مارتين لوثر هذه ليست مجرد كنيسة بل إنها نصب تذكري للإصلاح البروتستانتي ونصب تذكري للتحول الروحي لألمانيا كأمة كان ذلك علامة روحية بأن إماما مسلما أعطى دعوة للصلاة في ذلك الحفل هذا حدث عندما سمعت امرأة ألمانية شجاعة بهذا الإمام وهو يبادر في الصلاة واسمها الحقيقي هو هيديموند لقد كنت أسأل يسوع يا رب هل أفعل ذلك وإليكم ما حصل كان يجب أن أقود سيارتي لساعة ونصف لأصل إلى المسلمين فهل كان الأمر يستحق العناة أو يمكن لغير فعله لذا أعتقد الإنسان كسول دائما كانت تمسك بالعلم الألماني وكان مكتوبا عليه يسوع المسيح هو الرب وذهبت إلى الحفل وهي غير متأكدة مما ستفعل إلى أن بدأ الإمام بصوته العادي كنت لازلت أجهل ماذا سأفعل كانت لدي فكرة أنني سأفعل كذا لكنني لست متأكدة كنت أستعد للشيء الذي يريد الرب أن أفعله بعد ذلك عندما بدأ هذا الإمام بالصلاة قالت هيدي إنها شعرت لشيء يولد في داخلها أطلق على ذلك اسم الغضب المقدس عندها رفعت علام الألماني وكنت أعلن أن يسوع المسيح هو الرب وحده على ألمانيا يسوع المسيح وحده هو الرب على كل ألمانيا وأنا أكسر هذه اللعنة ولأجل هدف قمت بكسر هذه اللعنة فهم يقولون الله هو أكبر صح ويوجد الله واحد فقط وهو الله وحده من غير يسوع وأنا في الكنيسة كسرت هذه اللعنة وكسرتها على كل بلدي أيضا هايدي كررت كلمات مارتن روثر في سنة 1521 بعد أن رفض الارتداد عن إيمانه بالكتاب المقدس أنا أثبت على رأيي ولا أستطيع أن أفعل أي شيء آخر هذا موقفي ولا يسعني فعل شيء آخر أنقذوا كنيسة مارتن لوثر هذا موقفي ولا يسعني فعل شيء آخر المسلمون يقولون الله أكبر وهم يقتلون الناس لا تنخدعوا هذه كذبة كبيرة هذه كذبة كان يجب عليهم أن يطردوا الإمام من الكنيسة وليس أنا أبدا لأنني مؤمنة بيسوع المسيح لكن هو يخدم ويعبد إلها آخر وهذا الله ليس الإله نفسه هذا الإله ليس إله الحق وأظن أن معظمنا نعرف أنهم يستخدمون اسم الله عندما يقومون بقتل الناس وبالنسبة إليه طبعا هذا يدعى عبادة أوثان هم يعبدون إلههم ويقدمون إليه الدم يقدمون إليهم الدمق تقدم وعندما يقول المسلمون الله أكبر في الكنيسة فهذا يعني أن هذه الكنيسة لم تعد كنيسة بل أصبحت مسجدا مع هايدي في المحفل كان هناك كامل وميرون قبل مجيئه إلى ألمانيا عاش كامل في الوسط الإسلامي هو أخبرنا أن الإمام ليس له مكان في الكنيسة الإسلام هو سبب من أسباب الاضطهاد المسلمون اضطهادوني هم لم يريدون أن أخبر الآخرين أن يسوع المسيح هو مخلص ماريون تنتمي إلى مجموعة تعمل ضد الأسلم أو الإسلام وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم الورد البيضاء وآخذين نفس اسم مقاومة مجموعات ضد النازية في الحرب العالمية الثانية الذي عرض في فيلم الأيام الأخيرة الإسلام غير إنساني تماما مثل النازيين وقت ما كانوا وبرأي الشخصي ليس هناك فرق نريد أن نظاهر ألمانيا والعالم أننا لن نخضع لخطة الأسلم البطيئة التي تصيب بلدنا هايدي تعرف أن مقابلتها هذه الأولى على التلفزيون يمكن أن تضعها في خطر حقيقي الناس يسألونني أم أتشعرين بالخوف هل أنت خائفة من المسلمين فأقول لهم لا أنا لست خائفة منهم أنا أعرف إلهي جيدا الإله الحي المذكور في الكتاب المقدس وهو يحميني كما يريد وحين تحين ساعتي سأذهب إليه هايدي كبرت وعاشت كملحدة شيوعية في شرق ألمانيا لكنها الآن مؤمنة الثقل الذي في قلبها وخدمتها هما لأجل نهضة روحية في ألمانيا أشعر أنه يجب علي أن أحمي شعبي وبلدي أيضا أنا مجرد امرأة لكن شعرت بأنه علي أن أحميهم أنا امرأة ألمانية وأشعر بالخزي لأن أحدا مثله يقف هنا ويتكلم كهيتلر أنا أشعر بالخزي أين الجميع؟ لما لا يتخذ الناس في بلدنا موقفا؟ كثير من الناس ينسبون الألمان للنازيين ألمانيا كانت في فترة من الزمن مركز الإرسالية العالمي ترسل مرسلين إلى أفريقيا وكوريا وأمريكا هايدي موند تؤمن بأن الرب يصنع معجزة في أمة غنية يقولون إنها ماتت روحيا لا شيء مستحيلا لدى ربي لا شيء لا شيء لا شيء مستحيلا من وجهة نظر الإنسانية أرى أن بلدنا مفقود إنه فعلا مفقود إنه كذلك لكن أثق أثق بأن الرب لديه خطة عظيمة وبأن بلدي ليس مفقودا أبدا والرب يسوع سيمد يده ويأتي إلينا ويغير الوضع برمته ديل هرد شبكة سي بي أن الأخبارية في ألمانيا الغربية أنا شاهدت هذا الفيديو من فترة مضت وعندما كنت أشاهد هذا الفيديو كنت أبكي بشدة أمام التلفاز لأنني كنت مصدومة نعم يسوع المسيح والرب وبعدها حاولت أن أتصل بهايدي ولكن أعطاني الرب فرصة لأن أصطدفها اليوم في برنامجي وهذه حقا بنسبة إلي معجزة من الرب وأريد أن أرحب بك هيدي مونت كيف حالك؟ شكرا لك أنا بخير أنا جيدة وإسعادني بأن تكون معي اليوم شكرا شكرا وأريد أن أشكرك من أجل موقفك شكرا وأيضا أريد أن أبدأ من اختبارك الشخصي وأسألك كيف تعرفت إلى يسوع المسيح ومن أين أنت لأجل مشاهدين الذين لا يعرفون من أنت تربيت في ألمانيا الشرقية وأنا كنت شيوعية وملحدة مئة بالمئة وكنت أبحث عن الحق كما هو مكتوب في الكتاب المقدس في سفر أشعياء النبي وبمناسبة حديثنا عن الأنبياء إن كنتم تبحثون عن الأنبياء فيمكن أن تجدوهم في الكتاب كنت أبحث عن الحق فوجدت يسوع المسيح وكان هذا رائعا لي لأنني خلال حياتي كأي شخص نعم لم أكن أهتم بحياتي وبمشاعري أيضا فكان شيئا أجل كان شيئا عظيما أن أجد يسوع نعم كان كذلك هل يمكن أن تخبريني كيف كانت حالة الملحدين النفسية في البلاد الشيوعية فإنهم متحجرون صحيح؟ فهم لا يريدون أن يعرفون عن يسوع ولا يريدون أن يعرفوا عن الله أو أن يتحدثوا حتى عن الله لا أبدا في ألمانيا الشرقية لا نتكلم نهائيا عن الله ولا نفكر فيه حتى لكن عندما آمنت بيسوع المسيح كنت أتكلم عن الله في البدء عندما كنت في العشرين وقبل ذلك عندما وقعت في مشكلة حقيقية حاولت أن أصلي فقلت يا رب ولم أقل يا رب بل يا الله لقد كنت أجل حاولت أن أصلي لكن لم أعتد على ذلك ولم أكن أعرف كيف أصلي يا الله إن كنت موجودا فيمكن أن تساعدني أجل يمكن أن تساعدني هذه كانت صلاتي لذا اقتنعت أن كل ملحد على الأغلب صلى صلاته إلى السماء ولو على الأقل لمرة واحدة لكنه فعل ذلك وقرأت مرة حول ستالين إرهابي روسية الذي صلى لأن 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 ابنته قالت له شيئا عن نفسه أو كلمته عن نفسه وأجل أنا شخصيا أؤمن من كل قلبي بأن البحث عن الله هو في القلب أجل البحث عن الله يكون دائما في القلب أنت قبلت المتيحة مخلصا هل كان في أفراد عائلتك أي أحد مسيحي؟ لا لكن كيف التعامل معك؟ هل تكلمت معهم وشاركتهم هذه الأخبار؟ بعد ذلك شاركتهم بذلك فأنا السابعة بين ثمانية أولاد أجل وأمي تعبت تعبت كثيرا معنا لتربينا وبذلت جهدا كبيرا وعندما سمعوا أنني أقصد حين علموا أنني أصبحت مؤمنة بيسوع المسيح ظنوا أنني فقدت عقلي بأنني جننت لكن هذا لم يحصل وتطلب إقناعي لهم بأن توبتي كانت حقيقية عدة سنوات في الواقع أجل تطلب ذلك سنوات كثيرة صدقيني نعم نرى أنها فعلا حقيقية لأن توبتك تحمل ثمارا وأنا أيضا المؤمنة الوحيدة في عائلتي لا زال والدي مسلمين ولا زال أخي وزوجته مسلمين كنت المؤمنة الوحيدة في عائلتي لمدة أربعة عشر سنة لكنهم الآن يقتربون أكثر وأكثر لأنهم يرون كيف أن حياتي قد تغيرت كنت مسلمة وكنت مليئة بالكرهية والغضب في قلبي وكنت في يأث كبير ولم أكن أعرف ذلك كانوا يعرفون أنني كنت المسلمة الأكثر تشددا في عائلتي ورأوا كيف أن يسوع غير حياتي بالكامل وهم الآن مهتمون بالموضوع وبدأت أمي بقراءة الإنجيل بالعودة إليك هايدي كيف تغيرت حياتك وماذا حدث فعلا بعد خلاصك أوه الرب فعل الكثير لأن فكري قد تطهر لهذا أنا أتفهم هذه المجتمعات والدول التي تفعل شيئا نفسه مع شعوبها ونعرف كيف تعمل لذا علينا أن نقوم بالتوعية الناس وخصوصا الشباب منهم عبر شرح مجموعة المفاهيم هذه لهم والتي يستخدمها المسلمون أو غيرهم من البشر لأننا نعرف ذلك من النظام النازي ومن الشرق الأوسط والفئات الأخرى من العالم فهم ينهجون بهذا المنهاج وبالتالي فإن الأطفال وبسبب الوضع المزري يشبهون الملابس الجافة المقطعة إلى قطع وإذا علمتهم شيئا أو قمت بإقناعهم بشيء ما فإن ذلك سيساعدهم أجل أخبرينينا كيف حال الكنيسة في ألمانيا كيف حال الكنيسة في ألمانيا الكنيسة في ألمانيا عليها أن تنهض ثانية لقد نهضت نهضة صغيرة جدا في الثمانينيات وفي التسعينيات في أماكن معينة من ألمانيا في الجنوب مثلا وفي بعض المدن لكن النهضة الحالية الآن قد انتشرت في ألمانيا ولكن ليس بشكل كامل أجل ليس بشكل كامل لكنني أنتظر هذه النهضة الكاملة وأعرف عدة مؤمنين مسيحيين كفوا عن الإيمان لكن أنا دائما أقول الرب فقط يستطيع أن يخلصنا وهو فقط يستطيع أن يخلص بلادنا من الذي يحدث فيها الآن عندما شاهدت هذا الفيديو في ذلك الوقت لم أكن أعرف من تكونين حتى لكن كنت مثقلة جدا بألمانيا في قلبي وقلت إن الرب سينهد ألمانيا روحيا من خلالي هذه المرأة لقد كنت معجبة بك ولم أكن أتنبأ كثيرا لكن كنت ذلك اليوم الرب سوف ينهد ألمانيا نؤمن علينا أن نؤمن بهذا كنت ملهمة بروح القدس عندما كنت عند مصافي في الشهر وكنت أقفز وكنت أرى كل الأشياء كأنها تطير والناس طبعا ينظرون إلي ويقولون ماذا حدث لهذه المرأة الأمر يتطلب نارا صغيرة لكي يشتعل شخصا آخر وأعتقد أن شيئا قد بدأ أريد أن أنتقل إلى الموقف الذي اتخذته وأنا أدعيه الموقف من أجل المسيح أخبرنا كيف بدأ هذا وأين أنت الآن بدأ ذلك حين كلمتني أخت مؤمنة وقالت لي شيئا باللغة الإلمانية معناه بالإنجليزية طبعا إن المكاتب الرئيسية من الكنيسة اللوثرية وربما الكاثوليكية أيضا قد رتبت لتقيم هذا الحفل في عدة كنائس ولم نتأكد من أن ذاك الحفل سوف يقام في ثلاثين كنيسة تقريبا في ألمانيا كلها علما أن باقي المؤمنين في ألمانيا لم يعرف بهذا الحفل أو لم يسمع عنه أي شيء أبدا لذا بالنسبة إلي أنه خطة من السماء لقد جاءت إلي من السماء لأن ذلك كان يختبر إيماننا ويختبر قوة إيماننا وبلدنا فأنا قرأت ذلك وفكرت في الأمر ماذا يمكنني أن أفعل يا رب؟ قلت له ماذا سأفعل يا رب؟ إنه موقف عجيب جدا وأنا أعرف أن الكنائس وخصوصا اللوثارية قد فقدت إيمانها والثوابت التي وضعها مارتين لوثر فقد حاولت أن تغير في الواقع قانون الاعتراف الرسمي المعروف وكنت أتساءل دائما لماذا تريدون أن تغيروا قانون الإيمان؟ وهذه الأوراق التي بحوزتهم بعد أن غيروا والمفروض أن تغير قلوبهم وتقودهم إلى التوبة طبعا والاعتراف بالخطايا والتوبة ليسوع المسيح مرة ثانية وهذا هو العمل والطريق الصحيح وليس فعل تغيير الأوراق أو قانون الإيمان فقط لأن أساسات الإيمان صحيحة لكن قلوبهم ضالة لذا ماذا يمكنني أن أفعل لأغير أوراق قلبي؟ ماذا كتب في الإنجيل؟ لكنني أعرف أنهم لا يؤمنون بما يقوله الكتاب هم غيروه وقالوا إن مريم لم تكن عذراءة لكنها كانت فتاة عادية أو شيئا كهذا لقد غيروا كلمة الله وأستطيع أن أضحك مستهزئة على هذا الشيء لأنني أعرف جيدا أن الرب يضحك بدوره لأن هذه كلمة الرب والناس يحاولون أن يغيروا الرب وكلمته وهم يتجرؤون على فعل ذلك لأنهم لا يعرفون الرب أبدا أنا شخصيا أخاف كثيرا من تغيير أي شيء طالما أنا عرفت الرب فأنا لا أفعل هذا الشيء أنا حقا أخاف من ذلك أخاف أن أغير شيئا لذا أجل لنعود إلى الموضوع إذن هم قاموا بتنظيم هذا الحفل الكبير في كنائس مختلفة في البلد وسمعت أن هذا الحفل سيكون مقاما أيضا في الكنيسة التاريخية المشهورة في شباير وبعدها روادتني فكرة أنه يجب أن نوقف هذا فهو لا يجوز أبدا بعدها قرأت على الإنترنت عن معنى كلمة الكنيسة وأساساتها وعلمت أن الكنيسة قد بنيت خصيصا في بداية القرن الماضي فقط لنتذكر لنتذكر جيدا ونكرم مارتن لوثر وكل الناس الذين ضحوا كثيرا ووقفوا معه خلال مسيرته ودافعوا عنه وخلصوا حياته أيضا لذلك هذا معنى كبير بالإيمان بيسوع المسيح في ألمانيا وفي العالم كميراث لنا وأنا أدركت هذا المعنى لنا وللعالم أي العالم المسيحي وأعتقد أننا يجب أن نوقفهم عند حدهم بأسرع وقت يجب أن نفعل شيئا يجب أن نأخذ موقفا وذهبتي إلى هناك نعم فعلت لقد صليت لمدة ساعة ونصف قبل أن أقرر أن أنطلق إلى هناك لأنني كنت أنتظر كنت أنتظر تأكيدا من الرب وشعرت بروح قوية جدا في داخلي وقلت لنفسي يجب أن أنطلق فأرسل لي أخ رسالة وسألت هل تود ذهاب معي؟ أحتاج إلى شخص ليذهب معي وهذا كان فكرة حكيمة وكانت بتخطيط من الرب إذن ذهبت إلى هناك سوف نكمل لاحقا هذه القصة لكن الآن أريد أن أترك مشاهدنا مدركين بأنه سوف يكون هناك أوقات في إيمانكم إن كنتم مسيحيين سوف تمتحنون وسيكون هناك أوقات تتخذون فيها قرارات وتقولون أنا سأثبت على ما أؤمن به أنا سأثبت من أجل يسوع المسيح لأن كلمته تقول إذا اعترفتم بي أمام الناس سوف أعترف بكم أمام أبي الذي في السماوات وإذا لم تعترف بي أمام الناس فلن أعترف بكم أمام أبي فالفكرة ليست أن يكون لديك خوفا من الله لأن الله ليس إلها مخيفا لكنه إله المحبة لكن أنا أصلي أن يكون لك خوف مقدس في داخلك لتفعل ما هو حق لأجل مخلصك وأن تفعل الصواب لأجل إيمانك هذه قبلة التحدي الذي أمامها وعندما يأتي التحدي عليك أن تخرج من قاربك وتمشي على الماء يجب أن تخرج من القارب الذي أنت فيه وعليك أن تتخذ قرارا وقد يكون غير مريحا ونحن سوف نشاهد هذا في البرنامج القادم لكن ابقوا معنا لأنني أنا سوف أصلي من أجلكم وإن كنت لا تعرف يسوع المسيح وإن لم يكن يسوع ربا ومخلصا لك اليوم هذه ستكون بذرة تزرع فيك وأنت سوف تسأل ماذا لو ما أعتقد به لن يأخذني يوما إلى السماء ترجمة نانسي قنقر